اليوم سؤالي تطرح وش تغير من أكتوبر 88 لليوم في كل الميادين وفي كل المجالات نتذكر أنه في أوروبا بعد سقوط جدار بيرلان الأمور تغيرت والدول دخلت في ديمقراطية حقيقية في تعددية حقيقية ورجعت الكلمة للشعب نحن عندنا وصرة كان حزب 1 67 حزب وش تبدل؟ لا تبدل حد شيء لماذا؟ اليوم يقال أننا في عهد الديمقراطية والتعددية واحترام الحريات والحقوق وما إلى ذلك ودولة القانون كيف يمكن أن نتكلم على دولة القانون في بلد حتى الحزب السياسي المعتمد لا يستطيع إجتماع ومؤتمر إلا برخصة من الواليين إذن بالنسبة لي